أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الهرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لا أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا دعنا في أعناقهم أولالا في إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يصرون وسواهم عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر من الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل يرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذهرتهم ألأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم نهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه عالية لي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلالي مبين إني آمعت بربكم فاسمعون قيل دخل الجانونة قال يا ليت قومي علمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من جند من السماء وما كنا هنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض البيتة وحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ودعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من المرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدي أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم يظلمون والشمس دير وآية لهم أما حملنا ذر رجتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمتهم مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحلون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله لو يشاء الله أطعمه إن أعظم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوضع إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقجنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإله جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلع نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكيون هم أزواجهم في ضلال على الأرائك متفكيون لهم فيها فاكعة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني عادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن يعبدوني هذا صراط من مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينيهم فاستبقوا الصراط فأمنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلط أفلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينفغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من عدود الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يولنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله نسي خلقه قال من يحيي العظام وأن يرميم قل يحييها الذي أنشأها أول أرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم